سياتلوات حدثت عن تطور حصل في مديريتكم احنا الان وين متواجدين هذا المختبر هذا شنو هذا المختبر هذا من المختبرات الحديثة بمديرية تحقيق الهدلة الجنائية والذي هو هذا مختبرات الدي اناي مختبرات الدي اناي الذي بدأ العمل بها في 2012 من كادر شبابي باختصاص والذي دخله طبعا دورات كونها متقدمة بالخارج وهذه الاجهزة مالتهم كلها اجهزة حديثة وستشوفوها طبعا نشتاوي فتور ونشوفكم اياها هذا الموضوع الذي يعتبر رقم واحد بالعالم الدي اناي هذا ترسل مبرزات من المراكز مبرزات عينة او دم او شعار او تيجي هنا بهذه الاجهزة الحديثة وبهذه الاجهزة العلمية ينطيك انه العائدية مالتها نعم كلما حسب الاختصاص نعم وانا انا بالنسبة لي رجل اختصاص وامم بالاختصاص فانا اذا احتيلك احتيلك فتشي عام نعم اما الاختصاص مالتنا يعني الجنسيات اللي واحنا كنا قبل نعمل فقط في نظام البصمة الان وين وصلنا؟ وصلنا الدي اناي ووصلنا بعد اي الادلة الجنائية بالعالم هي كلها نفس الموضوع نعم بس التطور بالادلة الجنائية يصير بالعالم الذي هو علوم الادلة الجنائية نعم التطور يصير بالاجهزة نعم اما هي الفكرة الميزة وبالنسبة لها الميزات اللي يعتمد عليها الخبيرة هي ميزات ثابتة نعم بس التطور وين صار عندنا؟ التطور عندنا من خلال الكادر الذي دخل دورات بالخارج نعم ومن خلال الاجهزة مالتنا الحديثة يعني سابقا كنا نعمل بنفس الدي اناي وغيرها من البصمات بس اللي يطور عندنا فقط الاجهزة علم الدي اناي دخل عندنا كجنائي نعم لان كانت الادلة الجنائية قبل الـ 2012 ماكو دي اناي الدي اناي يستخدم بالطب العديد نعم بس بالـ 2012 بعد الـ 2012 وعندما صارت عندنا هذه الاجهزة وما شاء الله عندنا شباب حلوة تشتغلوا بهذا الموضوع لشباب اختصاص نعم نعم ودورات تدخلوها هسا احنا بدينا ننطل آراء الفنية بالـ دي اناي الذي احنا نستخدمها الدي اناي الجنائي طيب يعني كيف اسهم هذا الموضوع في تطوير عملكم ساهمته في كشف جرائم معينة خلال دخول هذه الاجهزة هذا الموضوع نعم موضوع الدي اناي فد موضوع جدا مهم نعم ليش؟ لانه دي اناي فد ميزة وفد شي ثابت انه يعتمد عليه بالتحقيق اسه بالعالم كله نعم يعني الذي يعتمد عليه انه البصمة الوراثية التي هو الدي اناي بصمة العين بصمة طبعاتها صابع نعم الذي هو طبعاتها صابع والذي هو الاستحاج جرمي الذي دخول هذا الموضوع دخول هذا الفحص نعم هذا عملية تطوير لعملية للاجراءات التحقيقية نعم فهذا بالعكس هذا اصلا يعتبر كلش داعم لعمل التحقيق ليش؟ لان البصمة الوراثية هي ثوابت نعم يعني هي من الثوابت يعني هي مو مئيزة خارجية هذه ثابتة من الله سبحانه وتعالى نعم والولد هسا الشباب يمكننا من يقول لكم على النوع الفحص مالتها انه بها فد ثوابت معينة تأخذ بها هذا العلم دخل حاليا عندنا وده نشتغل به يراد اننا نطور به يراد اننا ندعم به بس احنا عالين بامكانيتنا الحمدلله وشكر احنا وصلين الى درجات عالية جدا اشتركوا في القناة